موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة عاملين ايه يارب اكونوا بخير اهلا بكم جميعا في فيديو جديد من كورس استماع اللغة الانجليزية للمبتدئين من start right ابدأ صح والنهاردة معاعدنا مع الفيديو الثامن من الكورس let's start الجزء الاول معانا زي ما تعودنا هو حل واجب الفيديو الصادق The answer of the previous homework والواجب كان عبارة عن خمس جمل بنسمعهم ونحاول نتعرف عليهم يلا نسمع الجمل بالترتيب في اول مرة هنسمع الجملة فقط المرات اللي بعد كده هنسمع الجملة مع ظهور الجملة باللغة الانجليزية على الشاشة يلا بي مرات اللغة الانجليزية على الشاشة مرات اللغة الانجليزية على الشاشة الملات اللغة الانجليزية على الشاشة المنشفى لأنها هي مرات اللغة الانجليزية على الشاشة في التمرين ده هنسمع الجملة ونحاول نكمل الكلمات النقصة يلا بنا نسمع الجملة الأولى هل عرفت إيه هي الكلمات النقصة؟ كلمات النقصة هي نسمع الجملة الثاني هل عرفت إيه هي الكلمات النقصة؟ كلمات النقصة هي نسمع الجملة الثاني هل عرفت إيه هي الكلمات النقصة؟ كلمات النقصة هي نسمع الجملة الثاني هل عرفت إيه هي الكلمات النقصة؟ كلمات النقصة هي هل عرفت إيه هي الكلمات النقصة؟ نسمع الجملة الثاني هل عرفت إيه هي الكلمات النقصة؟ كلمات النقصة هي نسمع الجملة الثاني في التامنين ده هنسمع جملة مع وجود دوضاء أو دوشها في الخلفية بعد كده هتحاول تختار الجملة اللي انت سمعتها من بين ثلاثة اختياراتها الثاني يلا بينا نبدأ I will make her happy هل عرفت الجملة؟ اسمعتيني بحاولوا تختار الجملة الصحيحة من الإختيرات الموجودة… I will make her happy The point is he needs the sign الإجابة الصحيحة مجددا I will make her happy اسمعها كمان مرة ببطء شوية هل عرفت الجملة؟ اسمعتني وحاولت اختار الجملة الصحيحة من الاختعارات الموجودة قدامك اللي جابة الصحيحة هي اسمعها كمان مرة ببطء شوية اسمعها كمان مرة ببطء شوية هل عرفت الجملة؟ اسمعتني وحاولت اختار الجملة الصحيحة من الاختعارات الموجودة قدامك الإجابة الصحيحة هي اسمعها كمان مرة ببطء شوية هل عرفت الجملة؟ اسمعتني وحاولت اختار الجملة الصحيحة من الاختعارات الموجودة قدامك هل عرفت الجملة الصحيحة؟ اللي جابة الصحيحة هي اسمعها كمان مرة ببطء شوية هل عرفت الجملة؟ اسمعتني وحاولت اختار الجملة الصحيحة من الاختعارات الموجودة قدامك اللي جابة الصحيحة هي اسمعها كمان مرة ببطء شوية وبكده يكون فاضل فقرة الواجب لكن قبل ما نبدأ فقرة الواجب عايزة نبهكم ان من الفيديو القادم ان شاء الله هيكون معانا فقرة اهمة جدا تكاد تكون اهم فقرة في الكورس كله وهتحسن مستوانا في مهارة الاستماع بشكل كبير ان شاء الله والواجب النهاردة هيكون محادسة زيارة ميني دايلوغ هنسمع ونحاول نجاوب على السؤالين اللي قلنا عليهم المكان والمتحدثين يلا نسمع المحادسة هنسمع I have a severe headache. What should I do? Take this medicine, regularly. And you have to take some rest. Thank you. I have a severe headache. What should I do? Take this medicine, regularly. And you have to take some rest. Thank you. How much is this jacket? It's 200 pounds. Can I have a blue one? Of course. How much is this jacket? It's 200 pounds. Can I have a blue one? Of course. And I'll see you next time. And I'll see you next time. And I'll see you next time. على سؤال الواجب النهاردة. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا. اشتركوا في القناة